موسيقى موسيقى أسيد بن حضير هو أسيد بن حضير ابن عبد الأشهل الأنصاري رضي الله عنه فارس قومه ورئيسهم كان ولعا بالقرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أسيد فقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود كان رحمه الله يشعر بالمسلمين ويعطف عليهم ويحرص عليهم عن أنس رضي الله عنه قال جاء أسيد بن حضير إلى النبي وقد كان قد قسم طعاما فذكر له أهل بيت من الأنصار فيهم حاجة وجل أهل ذلك البيت نسوة فقال له النبي تركتنا يا أسيد حتى ذهب ما في أيدينا فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لي أهل ذلك البيت فجاءه بعد ذلك طعام من خيبر شعير أو تمر فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وقسم في الأنصار فأجزل وقسم لأهل ذلك البيت فأجزل فقال أسيد بن حضير متشكرا جزاك الله أي نبي الله أطيبت الجزاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم معشر الأنصار فجزاكم الله أطيب الجزاء فإنكم ما علمت أعفة صبر واسترون بعدي أثرة في الأمر والقسم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض من مزاحه مع النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه بينما يحدث القوم يضحكهم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في خاصرته بعود فقال أسيد أقدني من نفسك أي جعلني أقتص منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقد فقال أسيد إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتض له أسيد وجعل يقبل خاصره قال إنما أردت هذا يا رسول الله من مواقفه مع سيدنا عمر عن أسيد بن حضير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستلقون بعدي أثرة فلما كان زمان عمر قسم حللا فبعث إلي منها بحلة فاستصرتها فأعطيتها ابني فبينما أنا أصلي إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة من تلك الحلل يجرها فذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنكم ستلقون أثرة بعدي فقلت صدق رسول الله فانطلق رجل إلى عمر فأخبره فجاء رضي الله عنه وأسيد يصلي فقال صلي يا أسيد فلما قضيت صلاتي قال كيف قلت فأخبرته قال تلك حلة بعثت بها إلى فنان وهو بدري أحدي عقبي فأتاه هذا الفتى فابتاعها منه فلبسها فظننت أن ذلك يكون في زمان يا أسيد قلت قد والله يا أمير المؤمنين ظلنت أن ذلك لا يكون في زمانك أما عن أثره في الآخرين في لحظات إسلامه الأولى رضي الله عنه أصبح داعية إلى الله تعالى إذ بمجرد أن أسلم أسيد قال لمصعب إن ورائي رجلا أي سعد بن معاذ إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن فأرسله فأرسل سعد بن معاذ ومن ثم أسلم فأسلمت الأوس معه مناقب أسيد بن حضير في سنة ترمذية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أسيد وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم جميعا واصدق الله القائل كل نفس ذائقة الموت وفات أسيد بن حضير عن عروة أن أسيد بن حضير مات وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه فقال عمر لا أترك بني أخي عاله فرد الأرض وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة ألف درهم وقد توفي رحمه الله تعالى سنة عشرين من الهجرة ودفن بالبقيع فرحم الله سيدا ورحم الله أصحاب رسول الله وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة